برنامج بريدي مع الأستاذ ياسر لحزيمي رسالة من متخاصمين بقلم الأستاذ ياسر السلام عليكم ورحمة الله أرجو أن أجد لديك بوصلة أستدل بها على الطريق وأطفئ بها الشرارة قبل الحريق قبل أيام حدثت خصومة بيني وبين أحد أصدقائي وارتفعت أصواتنا وأسمعني وأسمعته ثم افترقنا بعد ذلك ولم تتوقف رسائل العتب بيننا وتصفية الحسابات واجترار المواقف قد أكون مخطئا لكنه أيضا بالغ في ردة فعله وأساء الأدب لنا الآن قرابة الأسبوع لم نتواصل ولم نلتقي أشعر بالرغبة في الاعتذار وتمنعني كرامتي عن ذلك علما بأن هذه المواقف تتكرر معي كثيرا ومع عدة أشخاص فكيف أتعامل بشكل لائق مع الأصدقاء فقد سأمت العيش وحدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك أخي الكريم نعم ستعيش وحيدا إن طلبت علاقة بلا خدوش وستعيش مجروحا إن أعددت للخصومة الجيوش ستعيش ملوما إن أخطأت ولم تعتذر وستعتش كثيرا إن أردت صفوا بلا كدر الصداقة يا صديقي علاقة مبجلة وجنة معجلة الصداقة نعمة لا تقدر بثمن ولا تكال بوزن الصديق مصباحك حين تظلم دنياك وسرك حين تفيض شكواك وركنك حين تنهى رقواك الصديق يا صديقي إن غضبت أرضاك وإن حزنت واساك وإذا أقبلت لاقاك وإذا أدبرت اقتفاك الصديق الصالح في الدنيا ينفع وفي الآخرة يشفع الصديق الحقيقي إذا اقترب منك منح وإذا ابتعد عنك مدح وإذا ظلمته صفح وإذا ضيقت عليه سمح صديقك الحقيقي من يفهمك بلا كلمات ويصدقك بلا أدلة وينصحك دون جرح ويحبك دون شرط صديقك سكن للنفس وظل عن الشمس وركن حين البأس وإنسان بلا صديق وردة بلا رحيق وطير لا يقوى على التحليق ويد لا تحسن التصفيق صديق الحقيقي يستر عورتي ويغفر زلتي وينسى هفوتي ويقبل عثرته صديق الحقيقي يعلن محبتي ويرفع همتي ويرحم عبرتي ويحسن صحبتي صديق الحقيقي يقبل معذرتي ويمنع غيبتي ويديم نصيحتي ويرعى ذمتي صديق الحقيقي يحضر دعوتي ويقبل هديتي ويشكر نعمتي ويسرع في نصرتي ويقضي حاجتي ويحتمل لجاجتي صديق الحقيقي للحق يدفعني وعن الباطل يمنعني وفي الخير يحفزني وعن الشر يحجزني وفي الفضاء لقدوتي وفي النواء بسترتي إذا خاصم لا يفجر وإن غضب لا يهجر وإن أخطأ لا ينكر يسكن في قلبي وإن لم يسكن مدينتي يعيش هناك وأعيش هنا ولكننا معا روح واحدة تعيش في جسدين أيها السائل المخاصم ضع شيئا من قلبك على عقلك ليالين وشيئا من عقلك على قلبك ليستقيم واسمعني بأذن الحكمة إذا أخطأ صاحبك فلا تضعه في القائمة السوداء ولكن ضعه في قائمة البشر الأسوياء فالناس ليس ملائكة كرماء أو شياطين أشقياء سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة والغلط وتجافع عن تعنيفه إن زاغ يوما أو سقط واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط من الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط ذاك النبي محمد عليه جبريل هبط أيها الصديق العاقل عندما تصفح وتعفو فأنت بلا شك من يعلو قال عليه الصلاة والسلام وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة أيها المخاصم الهاجر قال نبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لرجل أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كن أنت الأول تكون عند ربك الأفضل اختصم الحسن بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخيه لأبيه محمد بن خولة الحنفية رضي الله عنهم أجمعين فانصرفان متغاضبين فلما وصل محمد إلى منزله أخذ رقعة وكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن علي بن أبي طالب إلى أخيه الحسين بن علي بن أبي طالب أما بعد فإن لك شرفا لا أبلغه وفضلا لا أدركه فإذا قرأت رقعتي هذه فالبس رداءك ونعليك وسر إلي لترضيني فإن جدك يقول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وعن لابن الحنفية أن يكون خيرا من ابن الزهراء فلما قرأ الحسن الرسالة قابلها وذهب إليه واعتنقه أيها الصديق الصدوق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا ما أكرم الله وما أبخلنا على أنفسنا ما أرحم الله وما أقسانا على أنفسنا بادر حتى لا تحجب عن رحمة ربك ويغلق باب الجنة دونك قال الله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم يا صاحبي ألا تحب أن يغفر الله لك وقال جل جلاله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين يا صاحبي ألا تريد أن تنال حب الله بإحسانك أيها المخاصم الهاجر أطع ربك واستجب لرسولك وبادر إلى صديقك فإنك إن فعلت فقد انتصرت في معركة التحريش انتصرت عليه وعلى شيطانه وشيطانك وإذا الصديق أساء عليك بجهله فاصفح لأجل الله ليس لأجله أيها الصديق العاقل في عواصف العواطف تتحول الكلمات إلى لكمات والحروف إلى حتوف والألفاظ إلى أكفان لعلاقة كانت تنبض بالحب وفي عالم الأخلاق تهدأ العواصف وتتبدل العواطف فتتحول البغضاء إلى صفاء وينقلب الأعداء إلى أصدقاء ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم لا تعامله بالمثل ولكن عامله بالعقل فإن تجاوز معك الأدب فلا تجاره ولا تباره فالفائز في مباراة السباب والشتيمة هو الأكثر خسارة علمه الأدب ولا تتعلم منه قلة الأدب لا تقابل الإساءة بالإساءة ولا تطفئ النار بالنار ولا تعالج الجروح وهي ملتهبة فإذا أرعد فأمطر وإذا أزبد فاصبر وإذا هدد فاغفر ومثلما تترك بعض الأطعمة تبرد قليلا لتتمكن من أكلها اترك بعض الخلافات تهدأ قليلا ليسل عليك حلها لا تطاوع الغموم ولا تجدر الهموم ولا ترد الإساءة بالهجوم أبذل السلام وتخلق بالإسلام ولا تكثر الملام وتجنب فحش الكلام اجعل الصفحة شعارك والحق دليلك والرضا قرينك فإن أدخلك الغضب في دوامة النزاع فلا يمنعنك الكبر من الخروج منها أيها الصديق الهاجر يقول الله تبارك وتعالى وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل هذا قول ربك فما قول قلبك سامح وصافح فالدنيا دار مرور وعبور والمنشغلون بالآخرة لا وقت لديهم للعدوات والكراهية وتوافه الأمور وردد في داخلك ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم عندما يتشاجر الأصدقاء فإن من ينسحب أولا هو الأرجح عقلا الأضعف موقفا سماحك يا صديق حناء تستقيم به الأشياء واعتذارك قوة تكسر الاستعلاء وإحسانك لمن أساء إليك موعظة أخلاقية ودرس في الإخاء وأنت عندما تصفح وتسامح لا تغير الماضي بل تغير المستقبل فافتح بالتسامح صفحة العلاقة من جديد وامسح بالمحبة كل ألفاظ الوعيد أيها الهاجر المخاصم لو خل السجن من المساجين لأصبح السجان حرا فأطلق سجناء صدرك وانعم بحرية قلبك سامح واصفح فإن الحقد في القلب سم قاتل إن أبقيته قتلك وإن أخرجته قتل غيرك أيها الصديق العاقل في هذه الدنيا سيقال عنك ما ليس فيك وسيقال لك ما لا تحب وسيقال إنك فعلت ما لم تفعل ولذلك خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين والناس حين تقذف الحجر في البئر تنتظر صوت ارتطامه بالقاع لذا من يقذفك بحجر الإساءة تجاهله حتى يتيقن أن بئر أخلاقك لا قاع لها قال رجل لأبي بكر رضي الله عنه والله لأسبنك سبا يدخل معك في قبرك فقال أبو بكر بل يدخل معك لا معي هكذا الكبار لا تستفزهم الكلمات كان عمر بن عبد العزيز يمشي بالليل في المسجد فانطفأ السراج فاصطدمت قدمه برجل نائم فصاح الرجل أحمار أنت؟ قال لا أنا عمر فانتهت المعركة قبل أن تبدأ وقال رجل لعمر بن عبيد إني لأرحمك مما يقول الناس فيك فقال له أفسمعتني أقول فيهم شيئا قال لا قال إياهم فارحم أجاب باختصار ونجح في الاختبار وشتم رجل الإمام الشعبي فرد عليه قائلا إن كنت صادقا فغفر الله لي وإن كنت كاذبا فغفر الله لك فكانت الشتيمة موعظة أليمة كان كفار قريش يسمون النبي عليه السلام مذممة فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذممة ويلعنون مذممة وأنا محمد هكذا الكبار يتصرفون بانسجام ويردون باحترام إن الكريم إذا تمكن من أذى جاءته أخلاق الكرام فأقلعه وترى اللئيم إذا تمكن من أذى يطغى فلا يبقي لصلح موضع الناس يا صديقي كمعادن الذهب والفضة والنحاس والحديد وعندما يتعرض معدن الرجل لنار الخصومة أو حرارة الخلاف تظهر حقيقته فأظهر معدنك الحقيقي ليعلم الناس أنك من ذهب المواقف يا صديقي لا تتحكم في استجاباتنا ولكنها تختبرها فالبرتقالة لن يخرج منها سوى عصير البرتقال مهما تكرر عصرها واشتد الضغط عليها وكذلك أنا وأنت لن تخرج المواقف الضغطة علينا سوى ما تحتويه أنفسنا لأن العالم الخارجي لا يغير عالمنا الداخلي بل يكشفه ومستوى أخلاقنا يقاس بمقدار تحملنا لوقاحة غيرنا ليست الأمراض يا صديقي في الأجساد فقط بل في الأخلاق كذلك فإذا رأيت سيء الخلق فدع له بالشفاء واحمد الله الذي عافاك مما ابتلاه فمريض الجسد يؤجر ومريض الخلوق يؤزر وتذكر يا صديقي أن بين كسر القلوب وكسب القلوب خلوقا عظيما اسمه الأسلوب فعبر عن مشاعرك بألطف العبارات واختر من الكلمات أجملها ومن العبارات ألطفها فالناس تعرف من أنت إذا أبنت وتعرف ما فيك بما يخرج من فيك يقول تعالى وقل لعبابي يقول التي هي أحسن دائما هناك عبارة أفضل وكلمة أحسن وأسلوب أجمل وبقدر رقيك يكون انتقاؤك ويقول ربك إليه يصعد الكلم الطيب فاختر طيب الألفاظ وجميل المعاني فإن لم تجد لها في قلوب الآخرين مهبطا فيكفيك أنها لربك تصعد عامل من تلقى بلطف فإما أن يكون صاحبا فتديم صحبته أو غريبا فتكسب مودته أو عدوا فتطفئ جمرته تقبل الاختلاف وامنع الخلاف لا تحاول أن تكسب المواقف دائما لأنك إن كسبت أنت خسره وإن سيطرت ضعف وإن تصلبت اصطدم دع قمر الأخلاق يسمح لبحر علاقتكم بالمد والجزر مرة لك ومرة له وعلم يا صديقي أن درع الأخلاق لا تخترقها سهام الوقاحة فمن يهاجمك أمام الملأ اصفع حماقته بكف التجاهل واضرب غضبه بعصى الابتسامة واقطع عنق شيطانه بسيف الصمت وعندها لن يتجرأ عليك أحد بعدها البطولة كل البطولة والرجولة كل الرجولة أن تغفر وتعذر وتصفح وتسمح فاللين ليس من الضعف والرفق ليس من الخوف والتسامح ليس من العجز إنها أخلاق تدنيك من حوض نبيك وأقرب الناس منه أحسنهم خلقا وليس عمل أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق وهو من أكثر الأعمال التي تدخل الناس الجنة يقول ابن القيم حسن الخلق هو الدين كله فمن فاقك في الخلق فقد فاقك في الدين حسن الخلق يا صديقي جنة في القلب ونور في الدرب وألفة مع الصحب ومرضاة للرب واعلم يا صديقي أن أخطاء العلاقة كإشارة المرور بعضها حمراء يجب التوقف عندها ونقاشها وإصلاحها وبعضها صفراء يمكن أن تسير بحذر أمامها فمرة تقف ومرة تتجاوز وبعضها خضراء لا حل لها سوى التغافل عنها فالتفاعل مع كل شيء مرهق والتغافل عن كل شيء مفسد والفضيلة وسط بين رديلتين أيها الصديق الخلوق حروف العتب والتعب واحدة فلا تكثر من كتابتها في صفحات علاقتك سيؤذيك صديقك اللوام الذي لا يتعب عندما يعتب وسيجرحك صديقك الكتوم الذي لا يتكلم إلا إذا تألم فلا تكن كتوما فتؤذي نفسك ولا تكن غضوبا فتؤذي غيرك ولكن عبر عما يغضبك بطريقة لا تغضبه عندما تتوتر علاقتك مع صديقك فلا تلجأ لأسلوب التلميح والحديث غير المباشر لتوضيح فكرتك لأن الشيطان سيتولى مهمة شرح الفكرة الغامضة الصمت والكتمان والتظاهر تسمم مشاعرك وتمرض علاقتك فكن صريحا محددا واضحا فالغموض ميدان الشيطان أغلب ما يحدث بيننا سيختفي لو تحدثنا مع بعضنا بدلا من أن نتحدث عن بعضنا كن صريحا تكن مريحا اشرح ولا تجرح وعبر ولا تفضح فعتاب صريح خير من قلب جريح يتظاهر بأنه مستريح احذر يا صديقي من العلاقات التي تعود بلا إفصاح ولا إصلاح فهي كالزجاج المنكسر تبقى قطعه الصغيرة تملأ المكان وتجرح كل من يلمسها وعلم يا صديقي أن الصبر على الصديق خير من المعاتبة والعتاب خير من القطيعة والقطيعة خير من الوقيعة فكم من صداقة انقلبت عباوة وكانت نهايتها جروحا في قلبين لا تندمل فإن كانت بداية العلاقة تحتاج إلى اتفاق فإن نهايتها تحتاج إلى أخلاق فإن عزمت على الرحيل ولابد فارحل بصمت وغادر حياته بابتسامة اجعله يقفز إن رأى من يشبهك ويفرح عندما يسمع أخبارك ويندم عندما يجرب غيرك ويبتسم عندما يتذكر مواقفك ويبكي عندما يعرف قيمتك فإن لم تزرع في قلبه أثرا جميلا فعلى الأقل لا تترك فيه ألما طويلا وترك طريقا للرجعة وبابا للعودة فلعل نار الخصومة تطفئها أمطار الذكرى من اليوم تصافينا ونطوي ما جرى منا ولا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا وإن كان ولا بد من العتبة فبالحسنة فقد قيل لنا عنكم كما قيل لكم عنا كفى ما كان من هجر وقد ذقتم وقد ذقنا فما أحسن أن نرجع للوصل كما كنا يجب أن لا ننسى الفضل بيننا وأن نكون أقوياء ببعضنا لا على بعضنا فالصداقة الحقيقية كالأصابع لليد تخرج منها وتعود إليها وتكون معها الأخوة في الله يا صديقي كمثل اليد والعين إذا دمعت العين مسحت اليد دمعها وإذا تألمت اليد بكت العين لأجلها صديقك الحقيقي يا صديقي هو من تتشاجر معه اليوم ثم تصاب أنت وإياه من الغد بفقدان الذاكرة فتلقاه بعفوية ويبتسم إليك بتلقائية صديقك المخلص عند جرحه يداويك وأثناء ضعفه يقويك وفي ذروة حاجته يعطيك وفي قمة ألمه يبتسم لك فلا تفرط فيه بسهولة فمن السهل أن تجد أصدقاء يجلسون معك ولكن من الصعب أن تجد أصدقاء يقفون معك فالأصدقاء كالسيوف بعضهم للحرب وبعضهم للاستعراض فقط أصدقاءك هم إخوتك غير أن نهايات أسمائهم مختلفة بهم تتشرف ولهم تتشوف هم عائلتك التي اخترتها بنفسك وهم صفك الأول في جنازتك وهم صحبتك في آخرتك فصاحب في دنياك من تحب أن تلقاه هناك قد يكون أقرب الناس إليك أبعادهم عنك ويكون أبعادهم عنك أقربهم إليك فالقرب في العلاقات بالشعور لا بالحضور وليست اللقيا دليل محبة فبعض الأخوة كالعينين ترمشان معا تنظران معا تبكيان معا دون أن تلتقيا الصديق الحقيقي يا صديقي يصعب إيجاده كما يصعب تركه ونسيانه أرجوك يا صديقي قلب ذاكرة أيامك معه وافتح قلبك تجاهه ومد ذير عايك ناحيته فبين ألم الخصومة وأمل العودة يسكن التردد أرجوك افعلها صافح بيدك وسامح بقلبك وسابقه إلى مغفرة ربك وإن تكن أنت الأول تكن عند ربك الأفضل منصة خطوة اشتركوا في القناة